نضم إلينا من الجناح الموريتاني وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة الموريتانية المختار والداهي أهلا بك معنا على شاشة سكاينيوز عربية بداية أهلا بك أهلا بكم بداية لو تطلعون أكثر على تقييمكم ونظراتكم لمشاركة موريتانيا في أكسبو 2020 وأبرز ما تميزه أو يميز الجناح الموريتاني والتجربة التي يقدمها لزواره شكرا جزيلا نحن هنا في الجناح الموريتاني بأكسبو دبي 2020 والجناح الموريتاني يقدم موريتانيا كل موريتانيا موريتانيا الماضي وموريتانيا الحاضر نقدم تراذ موريتانيا نقدم عادات موريتانيا تقاليدها نقدم حضارتها العالمة كما تعلمون فإن موريتانيا أسست محضرة في البداوة وكانت البداوة العالمة في موريتانيا نحن نقدم كل هذا التراث ونقدمه ماديا ونقدم من خلال مجسمات ومن خلال الصناعات التقليدية ومن خلال وسائل النقل ومن خلال المخطوطات التي تعود إلى مئات السنين والتي بها كنوز علمية كبيرة نقدم أيضا لمقدرات الاستثمارية لموريتانيا المستقبل الاستثماري لموريتانيا الفرص الكبيرة للاستثمار في موريتانيا والميزات التنافسية للاستثمار في موريتانيا في مجال الصيد وفي مجال المعادن وفي مجال الزراعة في موريتانيا تحويل عديد من المعابط وأرضها يحويل عديد من المعادن منها ما استغل ومنها ما لما يستغل بعد وتحوز موريتانيا شاطئا من أطول الشواطئ وأغناها بالأسماك وهذه الأسماك أغلبها لما يتم صيده ولما يتم أيضا إجراء صناعات تحويلية عليه كذلك أيضا لدينا مقدرات في الزراعة كبيرة منها ما استضل ومنها ما لما يستغل ولدينا مدونة استثمار مشجعة أيضا في هذا المجال إذن نحن في الجناح الموريتاني في إكسبو دبي نقدم موريتانيا ماضيا ونقدم موريتانيا حاضرا ونقدم أيضا موريتانيا مستقبلا ما هي فرص الاستثمار التي يمكن للدولة الموريتانية أن تستثمر بها ويمكن لشركاء موريتانيا أيضا أن يستثمروا فيها وهم في ذلك رابحون ونحن رابحون نعم معاني الوزير أيضا تشرفون حضرتكم على الأيام الثقافية الموريتانية المنظمة في إكسبو 2020 وذلك في إطار فعاليات الذكرى الواحدة والستين للاستقلال الوطني فما المرتقب خلال هذه الفعاليات؟ نحن هنا في هذه الأيام لنظم أياما ثلاث علمية وثقافية وفنية وإعلامية بالجناح الموريتاني بإكسبو دبي احتفاءا بذكرى الاستقلال الموريتاني الذكرى الواحد والستين وهي التي نحتفل بها اليوم 28 نوفمبر ومن حسن الطالع ومن حسن الصدفة أنه بعد أيام أيضا ستحتفل الإمارات العربية الشقيقة بعيدها الوطني في الثاني من دجمبر نحن أيضا نحتفل بالعيدين معا في الجناح الموريتانية في إكسبو دبي من خلال العديد من الفعاليات العلمية والثقافية منها محاضرات ومنها ندوات حول ماضي موريتانيا وحاضرها وفرص الاستثمار فيها ومنها أيضا فعاليات فنية وإلقاءات شعرية وسهرات فنية ومنها رقاءات أيضا مع المؤثرين هنا في الرأي العام بدولة الإمارات العربية الشقيقة وهذه الفعاليات مستمرة في هذا الجناح وفي أيضا الملحقات بهذا الجناح نكرتم معالي الوزير الأهمية التي تولونه أيضا بالنسبة للمستثمرين ونسأل هنا عن التسهيلات التي كتم تقديمها لهم وأبرز القطاعات أو المجالات التي لربما تشجع الحكومة من خلالها على الاستثمار الخارج مدونة الاستثمار في موريتانيا وهي القانون الذي يفصل ما هي التسهيلات التي يحظى بها المستثمرون في موريتانيا تعتبر من أكثر المدونات تقديما للتسهيلات والتحفيزات ومن ذلك مثلا أقول لكم أنه في مجال المعادن مثلا في مجال المعادن وفي المجالات الأخرى رخص البحث عن المعادن هذه تعطى ونشجع كل من طلبها وهي رخص تقريبا مجانية ورخص الاستغلال مدةها ثلاثين سنة ويمكن أن تمدد أيضا عشر سنوات وفي مجال الحديد مثلا لإتاوة التي تعطى للدولة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة في المئة وفي المجال الذهب تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة في المئة وفي المعادن الأخرى موريتانيا تحوي خارطة معدنية فيها العديد من أنواع المعادن إذن ومدونة الاستثمار أيضا تعفي كل ما يدخل في الصناعات التحويلية من كل الضرائب مطلقا وإذن مدونة الاستثمار في موريتانيا تحوي العديد من التحفيزات الجمركية والجبائية وبريتانيا أيضا تحفز ما يسمى الشراكة 3P الشراكة بين القطاع العام والقاص لإنجاز المشاريع وهناك أولويات استثمارية في المعادن وفي الصيد وفي الزراعة وفي البنى التحتية ففي هذا المجال هناك فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين الأجانب والمستثمرين الوطنيين وكما أكدت لكم فإن مدونة الاستثمار تعطي الكثير من التحفيزات الجمركية والجبائية وأيضا اتفاقيات التأسيس هذه بين الشركات والحكومة الموريتانية أيضا تمنح الشركات الكثير من التسهيلات والتحفيزات التي أجزم بأنها منافسة ومن أكثر التحفيزات والتخفيضات الجبائية والجمركية في شبه المنطقة والمنطقة كلها ونحن بدورنا أيضا ندعو لزيارة الجناح الموريتاني ونشكر حضرتكم أيضا على تخصيص وقتكم لهذه المقابلة من الجناح الموريتاني في أكسبو دبي 2020 وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة الموريتانية المختار والداهي شكرا لكم